طبعا ندعو له بواسع الرحمة والمغفرة وأن يجعله الله سبحانه وتعالى في أعلى عليين مع النبي الكريم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ويعني من خير من امتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وسيدنا عبدالله بن مسعود كان يقول من أراد العلم فليثور القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين يعني إيه يثور القرآن يعني يقلب النظر فيه حتى وإحنا بنسمع البرنامج بتاعه كل يوم في إزاعة القرآن الساعة 8 لربح يقول إيه هذه خواطر من غير تحضير ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه من المعاني التي يستطيع أن يستنبطها من القرآن الكريم فيزكي هذا العلم اللي ربنا فتح عليه به بإن هو يعلمه للعالمين الله ويتميز هذا اللقاء بتاع الشيخ الشعراء رحمة الله عليه إن هو مش بيوقفك عند المعنى اللي هو قاله فيه خاصية عجيبة أوي إن العبارات بتاعته والتناول بتاعه بيفتح لك أفق أوسع يعني أنا بعتبر ده من الإخلاص أنه يعني تحدث بذلك مخلصا لله سبحانه وتعالى فجعل الله سبحانه وتعالى كلامه هذا مفتاحا لمعاني أخرى يعني كأنه بيفتح لك المعنى وإنت بقى إيه تسبح في العلم اللي ربنا يفتح عليك به وكأنه بداية للفتح سبحان الله مش هو نهاية الفتح نعم نعم فتحات نعم سبحان الله فهو بداية الفتح الرباني لتثوير معاني القرآن وتقلبها والنظر فيها وكذا وتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك من المعاني غيرها وما هو قد يكونه أوسع منها وهكذا رحمه الله ورحمته واسع